تعالوا نشوف مع بعض إيه اللي بيحصل دلوقتي في البورصة المصرية النهاردة حصل ارتفاع جماعي للمؤشرات كلها في البورصة المصرية والمؤشر الرئيسي EGX30 عمل أغلاق عن 27905 وده كان بارتفاع 635 نقطة اللي هي حوالي 2.33 من 100% وكمان المؤشر EGX70 الخاص بالشركات المتوسطة والصغيرة ارتفع النهاردة 9 نقطة وعمل أغلاق عن 6768 نقطة أما المؤشر EGX100 النهاردة ارتفع إلى 9510 نقطة أما بالنسبة لتحركات المؤشر EGX30 الأيام دي هي وصلت إلى قمم تاريخية أول مرة في حياتنا نشوفها مؤخرا نوصل المؤشر إلى نقطة 30 ألف نقطة وكانت أقصى نقطة بنشوفها للمؤشر في تاريخ البورصة المصرية ممكن تكون 18 ألف نقطة أو 17 ألف نقطة وفي خلال النص التاني من 2023 لحد دلوقتي حصلت الارتفاعات الكبيرة دي في المؤشر EGX30 بشكل ملحوظ من 15 ألف نقطة إلى 30 ألف نقطة طبعا في زل تحركات الدولار اللي احنا شايفينها مؤخرا فكان منطقي جدا أن يستجيب لها المؤشر EGX30 اللي بيعبر عن أكبر الشركات الموجودة في مصر واللي بيتقايم جزء كبير جدا من أعمالها بالدولار مع وجود شركات كتيرة زي قطاع البترو كيميكالز اللي بيعتمد على الصادرات مقابل الدولار طبعا القطاع ده حصل فيه ارتفاعات كبيرة جدا في خلال الفترة اللي فاتت يطرها يحصل إنعكاس لتحركات الدولار الحالية على المؤشر EGX30 خلونا نشوف